موسيقى اللي يغادر أفكاره ويتجول في الجزيرة وفي الوطن العربي ضيفنا الكريم اليوم الشاعر محمد الرويش مساء الله وخير محمد الله سلمك طالعا منك ونا سعيد في هذه القناة قناة الراي واني اكون اياك ضيف ويا الاخت العزيزة طالعا حياك الله معنا محمد دائما ما نبدي مع اي فنان او اي شاعر في بداياته متى كانت بدايتك الشعرية الفعلية تقريبا انا 2008 كنت اكتب القصيد و2010 اتجهت بالمجال بالاصبوحات الجامعية كنت ايام الجامعة قبل اتجهت والشاعر يغيب اذا كان احنا الشعار تغريبا نختلف عن الاشخاص نغيب بالوسط ان لين نجيب شي جديد عشان ما نمن الجمهور والحين ما شاء الله سوشال ميديا هذا صرت تسوي العلام وانت موجود لكن سعيد اذا كنت في هذا القناة الراي نعم هيا كلا وحنا سعب تواجدك معانا لكن اليوم ايضا كشعراء وعدد الشعراء ما شاء الله بزدياد نعم تقول فجأة هذه الناس صرت كلها شاعراء نعم شو السعال باش حاصل هو صحيح شعراء ولا مستشعرين ولا ناس يكتبونهم ويقولون ادعونهم هو الشعراء والله يا أبو تركي قبل كانت المجلة معروفة واللوبيات معروفة نعم المجلة معروفة واللوبيات معروفة فما احد كان يقدر يتجه انه يطلع نعم لازم تكون عند اللوبي هذا واللوبي هذا او المجلة فالسوشال ميديا نعم تخلى الناس تطلع فما شاء الله الحين حلنا الشعار نعاني منها الزحمة هذه والناس تعاني من الشعراء يعني في ناس ما هي شعراء ولكن فيه أداء وطريقة معينة وتصويرية وتلاقي عنده جمهور نعم وقت الحقيقة ما تلاقيه هو شاعر هذا موجود هالأمر ولا احنا قاعد نبالغ اشوفه في تركي الشلالية والعصابات هذه موجودة واكبر مثال ان حربوا الشعار السنة هذه هلفوا براير ما سؤولهم مهرجان حنا نعرف حربوا الشعار والمنشدين نحن نعرف الاشخاص اللي حربواهم في هلفوا براير لأن ليش حققوا نجاح حققوا جماهيرية المنشدين وصلوا إلى مرحلة ان اكسبوا له للغناء فنسأ الله توفي يقول مبدع يظهر نفسه يعني سواء أكيد محمد أبونا لو نسمع من القصيدة حاضر هذه قصيدة موقف يعني عشان الشعار تقريبا أول موقف أقول تموت الضماير بالمشاريه والتكسير وفقدة لحاسيسة كبر سبابها الخيبة يعيش الضمير الحي ويحس باللي يصير ومنعانة هلأ طابت الناس من طيبة يا شعري عن البدع يا فكري عن التبذير إلى وافقك مع فكرة البيت تركيبة يا بو شرهة ما قبلها وش بعدها غير صديق الرخة من شرهة أمام له جيبه وراء الكاميرات يشوف نفسه سموه أميره يكبر بهرجته ويكذره ساليبة يبي صمم الصوره ويتعب على تصوير خلب الكواليس يتفقد عذاريبه لأن عدمت الشيمة لا تنشد عن التقدير وما جاب تفسود الليالي تقفيبه مقدرني يلا والجميلة هلا في خير وتصعب الأرضيان ونفسهم كاسيبه صح لسان صح لسان اليوم انتقائك للكلمة تحرص أن أحد يطل عليها بشكل خاص يسمعها أول شخص تأخذه برأيه أم فقط هذه بنا تفكارك مجرد أنك أنت تنظمها تنشرها للناس نعم أنا من أحد الناس اللي يستشيرهم هو والد المرحوم الشاعر نواف العازم الشاعر الكويت هو عبد العزيز وكل الشكر له بتواجده حضوره فهذا أنا أسميه أمود البيت وأول شخص يطلع على القصيدة أنا صراحة أي شيء أكتبه أنا أخذ رأيه والشاعر فواس سلمان بنعير الله يذكره بالخير هذول الناس وفيه شاعر خلف الكواليس هو رفض أن يذكر اسمه فما فيه شاعر اللي إذا أنت ما أخذيت رأيك عند ربعك فهذا شيء ثاني أنت راح تدعي بالفاشن فممكن هم عندهم فكرة غير عن فكرتك فأنا أسأل الله توفيقي أولا ما آخر محمد من هو ملهمك في الشعر أثناء كتابتك للقصاعد وحنا من عائلة شعرية تقريبا فإذا حنتم تعانون من الشعار حنا نعاري بالبيت أنا والله اتجاهت لنفسي اتجاهت للشعر وحذا كيف تكتب وعائلة شعرية فأنتم مهم نفسك ولمجتمع اللي كنت تقعد عندي يعني تقريبا أغلب الشعار حين صاروا للشعار ترى أكثر من المغنيين فتقعد بمكان حين كل الشعار قبل نستانس إذا كنا شفنا شاعر أو شيء هذا نسمع منه قصيدة وقصودتي أحي خلاص فإن تسمع القصيدة فلازم تجيب لك مفردات أو كلمات تلفت النظرة من أول بداية عشان المستمع يسمح إلى آخر محمد شو اللي يستفزك يستفزني الشللية والعصابة والتركي في القصاد هذا مستفز لكل كل مجال فيه كذا وكلامك عم تتم يعني كل إنسان يعاني في هذا اللوبيات اللي موجودة في كل مجال متلف وأعتقد يعني قطينا هذا الملف لكن كشاعر أنت اليوم شي اللي يستفزك اللي يخليك تكتب تجاهك والله المواقف يا بداية تركي فأنا كل قصيدة أقولها وبنات أفكار فيها من الواقع مواقف يعني حتى لو يجيني أحد يقول لي أنا أبيك تكتب شيء ما أحسني أنا اللي يعيش السعور هذا فالموقف أنا عندي قبل كرشي في الله لك الحمد تقريبا أغلب قصايا ديح الصلاة في نفس مواقفها نعم مواقف يا الله أسترى إن شاء الله يصبح موقف وياك بعد تكتب في الجزائر لا كانت استاهل الجزائر المواقف سلبية وإيجابية تكتب عن أنت لا والله سلبي يكون خلف الكواليس الإيجابي شنو هم تسمعنا شنو تختار على مطار المواقف أقول عسى الله ينصر أخواننا في سوريا وفي العراق لا للتفرق والنجاة مخلوفة على المشايخ لو بقى ذرة إحساس أسلم ترى الإسلام يرفع كفوفة عليك لو حاولت في رفع تلياس ولا تدافع لو غزربك سيوفة لأن الدفاع إرهاب يأتي بالفلاس من كثر ما دمعي صاقط حسوفة عرفت بأن الناس ما هي من الناس صلح لسلام صلح لسلام محمد دائما ليسمع الشعر يكون له حس وذائقة فنية مختلفة لما تتمع جمهورك أو اللي يحبون أنهم يتابعون أشعارك وقصيدك هل تأثيرهم ومدى تجاوبهم معاك يأثر عليك أيضا نحن في مجتمع مغلق نعرف أن المغني هو أساسي يأخذ قصيدة أنا تربطني علاقة كثيرة مع المغنيين وهذا ود أن يعطي فس المجتمع يرفض فالمغني أنا تقريبا خلي المنشد المنشدين هذول تقريبا طلعوا بالأفرانة التعشر فالمغني هو اللي يبدع بالقصيدة هو اللي يبدع بالكلمات فأنا دائما ممكن ما أحد يقولها من الشعار اللي يقول القصيدة هو اللي يطلع على المغني أنا أقول بعض القصايد هو اللي ينجح المغني أو المنشد صحيح فأنا ضد الشيء هذا كل شيء ضد أن كنت تعطي قصادك لمنشد يشيلها لا يجب منشد يعني بتركيا يعني يعني نحن وصلنا مرحلة أنه لازم يصبح نجم لأنه هو اللي يطلع قصيدة و قصيدتين تعطيها واحد ما تطلعوا إياك ممكن أيضا هذا المنشد يعني يصطع نجمة من خلال قصيدتك نعم هو لا شك أنه يصنع نجمة بس أنا عندي قاعدة أني أقول شاعر مصور الكريدة اللي يذكره بالخير هو كلماته اللي يقول أنتهينا اللي أعطاها العبدالله رويشد فعبدالله رويشد نجم وهو نجم هو صاحب مجلة نعم فعطايا والنجومية تثبت نجومية والمنشدين والله ما يقصرون وأنا تربطنا علاقة وياهم شخصيا والمطلبين والمطلبين مبدعين بس أنا مستحيل أن يوم الأيام أني أعطي مطلب لماذا؟ المجتمع؟ المجتمع عندي مغلق فهي المطلب هو نفسه المنشد فالمسمى يختلف عن الشي هذا ولا الطرب والأغاني هي وحدة نفسه دول قاموا يدخلون ريماكسات وهذا فتطور كل شيء فهو منشد هو مغني بس بسم منشد لا أكثر صحيح نزين محمد تذكر أول قصيدة كتبتها؟ لا والله ما أذكر كل شاعر القابلة إحنا راشد وإتي يذكرون يذكرون قصيد بس أول قصيدة دائما مسكينة ما يحبون يقولونها اللي فيها تكسير وفيها كذا مغلق فتكون مظلومة هذه القصيدة فهو ما يحبون يذكرونها نهاية نعم تقريبا لكن كل واحد صدقيني عندها دفتر قديم شدي وخاشب صح تقريبا هذا صعبة تلقير واحد يقول شاء الله أذكر القصيدة هذه إنزين إذا بنسمع الحين منك قصيدة في قمة الفرحة نسيت وذكرتك مدري وش اللي جابك اليوم في البال خليت لك ذكرى جميلة وهجرتك وبيك تذكرني كذا بكل الأحوال وقول لك لو تعتذر ما عذرتك يا ما عذرتك والعذر صار موال وقول لك لو تعتذر ما عذرتك يا ما عذرتك والعذر صار موال والحيل لو تسمح ترى ما انتظرتك والعادي بيوصل كلها منكم رسالة صح لسارك أنا بقصاد أطول ظهر أنت القصاد كلها لا والله نكتب على السهل الممتنع عشان أما يسامح الإستقرام يلزمنا بدقيقة خربكم الإستقرام خربكم السوشال ميديا خربنا مستمرين مع شاعرنا المميز الجميل محمد درويش ولكن بعد الفاصل مستمرين مشاهدينا مع شاعر محمد لدرويش محمد توقلت أن أشعارك دائما ما تكون السهل الممتنع وهذا اللي حصركم فيه إنستقرام هل الحين تشوف أن إنستقرام هي أحد أهم الوسائل علشان الشاعر يوصل إلى الجمهور بشكل أسرع تقريبا وسائل السوشال ميديا الإستقرام وسناب شات كل الشكر اللي الداعمين فيها حساب أنستشعر وحساء هذا في الإستقرام وفي سناب شات شطر لايف كل الشكر الله تواجده فالأشخاص يدعمون للشيء هذا فتلزمك المدة الوقت أنك تصور لهم مجانا يدعمون والله هم غالين ولا يدعمون مجانا الأمانة يدعمون كل الشكر لهم جميل جميل هذا الدعم أيضا بالنسبة لليوم الدعم نتكلم على مستوى خل المهرجان قد يكون فيه خاص لكن نتكلم على مستوى الدولة هل يتم دعوتكم في المحافل والمناسبات الوطنية والأعياد سواء على مستوى الكوي وهل فيه دعوات واجهت لكم من الخارج والله أنا تقريبا من خارج يلا لكن الحمد واجهت لي دعوة بالإمارات وبكطر وشاركت بس أنه بالكويت طلعت في أحد القنوات بس مهرجان دولة كبير للأسف الحروب ما زالت مستمرة فيه حاربونكو والله العظيم منيش اجتم تسوون يعني إذا انت طلعت شر المشكلة راح تصير أنا قلت لك أكبر مثال أنه يعني الشعار والمشيدين يتحاربون بالشعراء على مهرجان وطني أعياد وطنية مناسبة حق الكويت وهل الكويت شنو المشكلة راح تسببها لي إذا انت طلعت هذه مو مشكلتنا هم مشكلتهم هم شنو يقولون يعني تقريبا أنا بقول لك الشعار إذا جو ضيوف مسرح حلف أبراير كل مسرح مجاني يعني التذاكر ببلاش صحيح فشنو قالوا الأخوان الثانيين قالوا ليش المغنيين يجون تذاكر بفلوس لا فما حصلوا داعم رسمي للمهرجان أنه يحضر للشاعر قالوا خلاص ننسوي لكم نستضيكم كشعار بس أن التذاكر راح تصبح بفلوس ما حد راح يجي يدفع فلوس عكس الغناء الغناء راح يجي الضيف يدفع تذكر ويحضر لماذا الشعر لا يتعنى الشخص يندفع لأنه لماذا لا يوجد عدم الثقة من تاريخ من تاريخ الشعر من مهرجان هلف أبراير ما عودهم على الطريقة هذه يعني لو متعودين عليها الطريقة هذه من الأول أوكي نحن لا ندعنا مشكلة ما خلطوا التجربة لما نجيب لي نجوم شعراء وطعمهم شباب أوكي نجوم شعراء أنا تقريبا يا محمد لو في نجم أو أي إن كان أو تربطنا على والله العلم في ناس يعني رجال أعمال وناس داعمين ناس قالوا نحن ندعم التذاكر مو مشكلة كم تبيع عشر دات ندعم قالوا لا أوكي فاتت الفرصة هذا الهدف ثاني يعني الهدف ثاني يعني الهدف ثاني يعني الهدف ثاني يعني الهدف ثاني أن نوقفهم لنا الجمهور وتقريبا الشيء لآخر نزيني محمد أنتو كشعراء غير خنقول دعم الحفلات اللي هي أو الأمسيات الشعرية عفوا اللي ممكن هم ينطمونها علشان تتلعون فيها شنو الدعم اللي أنتو محتاجين علشان يبرز المجتمع الشعري في الكويت أنا قلت يحين الشعار وعوا وبدأوا يعرفون الطريق شون يمشونها يعني إذا الدولة تقريبا مهرجان الدولة فقاموا يطلعون في الصبحات الشعرية إلى الصبحات الشعرية يعني نكون واضحين وصريحين وميبعثنا الصبحات الشعرية دائما تكون محسوبيات بعد الصبحات الصبحات الشعرية بس تكون محسوبيات يعني حتى لو تكون محسوبيات تكون فيها يعني تقريبا يجبون محمد أنت لو تمسك مهرجان تخليه محسوبية للأمانة أنت كمحمدي أنا كمحمد أنا أجيب نجوم بس أخليها محسوبية و هي الناس اللي كانت تتجه للشي هذا يعني ما كفايدة لا طبنا ولا غدا لا طبنا الطريق مستبر هذا أنت سألتني وأنا جاوبك بصراحة يا باتركي هذا الواقع يعني اللي يقول كنا ما رح أخليه محسوبية ما احترامي له هو تشذاب يعني عندنا ناس من جماعته عندنا أصحابه عنده خيره يعني لو استضيف لأواحد برا و يقول ليش ما استضفتني و أنت مستضيف فلانك يعني حاربك بالعلام أو ما دعاك طيب مشاركتك بالخارج هذه محسوبية دعوة والله هذه تلقية الدعوة يعني ممكن أنت يصير مهرجان من غير محسوبية نعم و تقدم أنت كونك أنت عانيت من أمر معين و مفروض أن كنت تنقل هذه المعاناة يفترض أن كنت تتجاوز المعاناة هذه نعم تقريبا بالكويت بالكويت دائما فيه محسوبيات أبو تركي حنا يعني من مجتمعات دائما و هذا صح أنا نجم عندي متابعين و عندي دنيا و عندي هاضفة أنا ما راح تجادل معك في هذا الأمر و نجم و يفرض نفسي بك الموضوع لكن هي أرائك في النهاية و وجهة نظرك و تحترم بالتأكيد و تأخذ بعانيتها لكن ما نبي نأكسد عن الموضوع و ما نبي القصائد لا 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 هذا دائما اللي تميل لأكثر شيء قلت أنت الموقف و المواقف سواء وطنية أو شخصية أو على مستوى الغزل و الغرام فيه أيضا مواقف الغزل طبعا أنا قلت لك كلمة قبلها قلت لك الغزل دائما يعني يكون مغلق فموجود يعني يعني مبني على موقف أنت صرر عند قبل شيء قلتك أغلب قصائتك على مواقف أكيد يعني ما في واحد ما يحب أمو ما يحبها لو ما يحب بالتأكيد شو نحب تختار لنا أنا جايب شيء جديد أحب أني أتكلم بالمواقف يعني ولا شيء أكثر بعض القصائد اللي أنا أقولها ترى تقريبا نص غزلية فمبطنة أقول المرجلة بالفعل ما هي بالإشكال لو أنها بالإشكال المرجلة بالفعل ما هي بالإشكال لو أنها بالإشكال عشناها بغابة فنجال دلة ما هو بياتة فنجال يراعي الفنجال محلة شرابة بعض العرب يسوى ثمانين رجال وقت المواقف لو وقف ينحى كابة بعض الرجال أشكال بحقول جهال منظر رجل لكن ما ينغزابه تلحقهم الشكة قليلين الأفعال بأشكالهم تشوف معنا الكآبة ولهمني من همه القيل والقال والذيب ما يجهل حقوقه في أبه الله عليك صحب ثانك صحب ثانك محمد خلني على موضوع آخر وهي المسابقات الشعرية والبرامج المخصصة لهذا النوع من المسابقات الشعرية هل تشوف أن ممكن في يوم من الأيام نشوفك مشارك فيها ما عليش شون اللقاء المسابقات أو البرامج اللي تكون مخصصة للمسابقات الشعرية مثل شعر المليون وغيرها هل تفكر في يوم من الأيام أنك تكون مشارك فيها والله أفكر بس أنا تأخرت بالخطوة هذه تقريبا من 2009 إلى تحدى 2017 فكان موجود وليه الشرف أني أشارك فيها وما شاء الله تقريبا في برنامج دول حين إجازة الملك عبد العزيز كانت الجوائز قيمة يعني كان المركز الأول 5 مليون والثاني 2 مليون ما شاء الله والثالث مليون وأهل و 18 شاعر بس بسرعة شاركوا وما الله العظيم أني ما شاركت الأمانة فكان مهرجان نشوف الدول اللي بره كعتدع مضالغ خيالية يعني أنت مهيئ نفسك للمشاركة القادمة إذا طرحت أي مسابقة بهذا المستوى من الجوائز والتقطية الإعلامية والجمهور وغيرها تقدم نفسك وشارك نعم مشارك وليش شرب وسواء نجوزوني ولا ما جوزوني هذا برنامج محقق إنجازاته سحيح أنا ما حاربهم بعض الناس يعني شارك برنامج ما جوزوني حاربة ليش تحاربه هو طلع نجوم نعم سحيح فالمشاركة لا تعني وعدم الإجازة ما تعتقد أنها مثلا بشكل أو بآخر أنها تسيء للشاعر لا تسيء اللي واثق من نفسه واثق من قصيده ما يتسيء فهل هذا يعني أن هذه النوع من البرامج هي اللي تخلق النجوم ولا الشاعر نفسه اللي يساعد نفسه في أن يكون نجم للأهمان الشاعر المليون أخلق النجوم بناء على أن عندهم قصايد وطلحهم للإعلام فكان البرنامج هو الوحيد الوحيد اللي على مستوى دولة كان يدعم الشاعر نعم يعني الله يذكرهم بالخير أنا ما بيذكر أساميهم أصبحوا نجوم البرنامج شن شاعر المليون بس جاعر المليون في ميزة وحدة إذا طلع نجم خذ البيرق أو شي يختفي أنا ما ألومه أنا خذيت بيرق وشاركته في شاعر مليون متقدمين فيه ثلاث شاعر أربعة تلاث شاعر واخذيت واخذت البيرق تدعيني بحث العادي أنا ما راح أجي لا تقولونهم مختفوا وهو ما تلقى دعوة مناسبة مناسبة مثل مهرجانها لفبراير للعلم أن الكويت هي التي تدعم الشاعر والشعر تدعم الفنانين دولة تخير أسأل الله يحفظها طيب يعني الكل يعلم بأن هذا ودائما ترى يوجد قضايا فيها جد فلاص بجد حاضر تحتمرك طال عمرك أن هذه البرامج في النهاية الكل يعلم بأنها تعتمد على التصويت والمسجات وغيرها فيه مسجات في النهاية نعم هذا ما يعني أنه ما أخذ البيرق أن الشخص غير جزل وشعرها غير جزل هناك إشكاليات لا نتكلم عن هذا البرنامج لكن نتكلم عن برامج مختلفة هناك شعراء وأنتم تعلمون أنهم شعراء ولم يحققوا المركز الأول لاعتبارات أخرى وتعلمون ما يدار خلف الكواليس مشعر المختلفين أيضا هناك شعراء من غير دعوات وهم موجودين في الساحة وخذوا البيرق النسخة الأولى بنفطيس متواجد بنفطيس لو تشوفوا بالإستقرام بدوانية وكذا فمتهمين الشعراء بالغرور لازم يقدم لك أنا الوليم الضخمة والفخمة وإلا أنت لنت تقدم لأي مناسبة هل هذا صحيح التصرف من الشاعر هذا مو صحيح ورح يختفي ورح يختفي محمد بنفطيس يعني اختفى بشيء مش طبيعي الشبرمي واختفى فخلاص وبدو ركت نحن نتكلم على موضوع أن الشاعر لازم يقدم له شيء مناسب لفوز فيه بسابقات لازم يقدم له شيء ضخم لازم يشارك لا تقدم له شيء قليل أنتم متأهمين بالغرور كشعراء هذا منغر علينا وخلاص ما أنا بننادي هل هذا تصرف سليم أو غير سليم بالعكس الشاعر الذي يأخذ البيرك وتدعيه نحن كشعر ندعي تقريبا باجتماعات وشيء حضر عندنا بس نحن كنا نناقشهم نقول له لماذا لا تأتي صبوحا نقول أنا مخذ فرضا هناك أحد الشعار أن الله يذكر بالخير راجح لحميداني طبعا شارك مهرجان صبوحا الشعرية بسي عليه بالخير الحمد لله والدت محمد بن فطيس أنا بدولة قطر فإذا تدعين الكويت على صبوحا الشعرية أنا ما أأتي أنا ما ألومة بالشيء هذا وشيء يأخذهم الشيء الثاني دعني في مهرجان دولة أنت مو داعيني مهرجان عادي دعني مهرجان طلبة فأنا أطلع تركيا ترى مسألة التذكر ومسألة هدى المسؤوليات فهم كبر عمر كبير عندهم دوامات أجي عن شيء هذا أنا ما أنا محتاجة أول شيء أنا إذا وصلت لك وصلت فيني مرحلة أني أنا اللي راح أدعمك وسوقك صحيح نعم فأحنا نقول أعطي كل ذي حق حقه حقه نعم ونزلهم في مواكنهم أكيد إحنا طبعا وصلنا إلى ختام اللقاء كلمة أخيرة حب أنك توجهها كلمة أخيرة وكل الشكر لكم على الاستثافة هذه يعلم الله ويشهد علي الله أنا ما أقولها لكم مجاملة وأنا مسؤول فيها أمام الله أن قناة الرأي هي الوحيدة القناة التي تدعم الشعر والشعراء والفنانين والمغنين ولا نستغرب منكم هذا الأبداء أسأل لكم التوفيق أول وناخر وكل الشكر وأنا سعيد في هذا التواجد أنا أسعد وربي وفقك إن شاء الله شكرا جزيلا لك لقبلك هذه الدعوة قصيدة تختارها في ختام هذا اللقاء قصيدة أختار بيتين أثر الكرامة جرحها جرح سكين الاعترضها ناقصهم بالكرامة والله لو لا الطيب والسلم ودينني لحطك ببيض الشعر شامر الله عليك صحيح صحيح شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل الشكر ضيفنا الكريم وصلنا يمكن دانا لختام حلقتنا كانت أمسيها جدا جميلة اليوم بضيوفها بالتأكيد بارك الله فيهم وشكرا لقبولهم هذه الدعوة احنا بدورنا وصلنا معكم إلى الختام تقبلوا تحيات فريق العمل وتحيات كنت معكم راشد حسد صباحا على أمن ومان صحب الأبدان وختام هذا المساء الجميل مع زميلتي دانا نشوفكم على خير مشاهدينا في حلقة يديدة إن شاء الله تجمعنا معكم مع السلامة